الله ينادي بعبادي ويمد يديه لمن أسلم حرمت الظلم على نفسي والظلم لدى الناس محرم مشكات الأنوار دوس في فضل الرحمن الأكرم مشكات الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوة اللفظة من قول الهادي والمعنى لله الأعظم الله ينادي بعبادي ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال المنزه عن العيوب والنقائص والمثال حي لا يموت قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه تمت كلماته صدقا وعدلا وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا وتعالى الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا له الخلق والأمر له النعمة والفضل له الثناء والمجد له الملك وله الحمد لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا ولم يترك الإنسان سدا عاطلا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه ويوحدوه وأسبغ عليهم نعمه ليشكروه وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه وتحبب إليهم بنعمه ودعاهم إلى محبته ليحبوه وإلى طاعته ليطيعوه فمن أقبل إليه منهم أرضاه ومن أعرض عنه منهم ناداه كما قال جل علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله مشكات الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش وتضيء في نفوسنا نور التقى وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم وتنثر في ربوعنا مسك العلا وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذ الهدى ونستروح عبير الأسحار عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار فما أسعد العيش مع الله وما أهنأ وأطيب الحياة مع الله ولا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها إلهي وسيدي ومولاي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح لا يغلق للسائلين إلهي وسيدي ومولاي غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم إلهي نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه وها نحن ننصب إليك وجوهنا ونرفع إليك أكفنا ونوجه إليك أفئدتنا ونضع على الأرض جباهنا ونمرغ لك في التراب أنوفنا لعلك ترضى إلهي أهل ذكرك أهل مجالستك وأهل شكرك أهل زيادتك وأهل طاعتك أهل محبتك وأهل معصيتك لا تقنطهم من رحمتك فإن تابوا إليك فأنت حبيبهم وإن لم يتوبوا إليك فأنت طبيبهم أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني وإن أحببت والاني وإن أخلصت نجاني إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني أيها الأفاضل تعالوا بنا لنقضي الليلة الكريمة مع قبس مشرق من مشكات الأنوار مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي يرويه صدر الرواه عن ربه جل علاه يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات وحديثنا الليلة رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته تدبروا معي هذا القبس مرة ثانية يقول ربنا جل وتعالى في الحديث القدسي المهيب الجليل الذي هو أشرف حديث في صفات الأولياء قال جل جلاله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفسي المؤمن وفي لفظ عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته أيها الأحبة تعالوا بنا بقلوب منفتحة وآذان صاغية وعقول وأفهام واعية لنعيش مع هذا القبس الذي يحتاج منا إلى حسن تركيز ومتابعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنوره وفضله وأن يبلغنا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك ومولاه يقول جل علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يا إلهي تهديد شديد ووعيد مرعب لكن يا ترى من هو الولي الولي بنص القرآن الكريم المؤمن التقي الولي المؤمن التقي فالولي هو المؤمن التقي العالم بالله جل وعلا المحافظ على طاعته المواظب على عبادته الولي جعلني الله وإياكم من أوليائه وما ذلك على الله بعزيز لأن الأولياء ليس لهم سمت محدد أو زي بعينه لا ولكن كم من ولي صديق في قباء وكم من زنديق في عباء كم من ولي صديق في قباء وكم من زنديق في عباء فليست العبرة بالملابس ولا بالزي ولا بالمظاهر ولا بالأشكال ولا بالألوان ولكن قد ترى عبدا من عباد الله لا يؤبه له ولا يشار إليه بالبنان بل قد يدفع بالأبواب تراه أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب ومع ذلك فهو ولي من أولياء الله جل جلاله لو أقسم على الملك سبحانه وتعالى لأبر الله قسمه نعم أيها الأفاضل كم من ولي صديق في قباء وكم من زنديق خبيث في عباء قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فتعالوا بنا لنتعرف ابتداء على الولي وعلى صفات الولي الذي يتولاه بالحفظ والعناية والرعاية ربه الملك العلي قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم معايتاني كذا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم بنص القرآن الذين آمنوا وكانوا يتقون فلا يمكن أبدا أن يصل العبد إلى مرتبة الولاية إلا إذا حقق الإيمان والتقوى لا يرتق العبد قط إلى درجة الولاية إلا إذا حقق الإيمان والتقوى فبالإيمان والتقوى يحصل العبد مرتبة الولاية عند الله جل جلاله والإيمان كما بينت مرارا وتكرارا قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان له حقيقة وله حلاوة وله طعم وله نور شتان شتان بين القول وبين حال المؤمن الذي يحقق الإيمان على مراد الله المؤمن هو الذي حقق أركان الإيمان آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره الولي هو الذي حقق الإيمان وذاق طعمه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله والحديث رواه مسلم من حديث العباس الولي هو المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان روا مسلم بل البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار الولي هو المؤمن الذي أشرق نور الإيمان في قلبه ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء حديث راه أبو نعيم وغيره بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه أيها الأحبة لا يمكن على الإطلاق أن يرتقي العبد إلى درجة الولاية أو أن يحقق الولاية إلا إذا حقق الإيمان فقط لا لا بل لابد أن يحقق أيضا مع الإيمان تقوى الله عز وجل التقوى ما هي التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره فتقوى العبد لربه أن يحقق أن يمتثل العبد الولي المؤمن أمر مولاه وأن يجتنب النواه وأن يقف عند الحدود فتقوى العبد لربه أن يجعل الولي المؤمن التقي بينه وبين صخط الله وغضب الله وعذابه وقايا تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي هذه أركان الولاية أيها المؤمنون وأنا أقول بملء فمي كم من هؤلاء الأولياء في أمة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء نعم أقول بملء فمي لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبداً من أولياء الله المؤمنين المتقين هؤلاء المبشرون بفضل الله جل وعلا في الدنيا والآخرة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا ترى ما هي بشرى الأولياء في الدنيا تدبر معي روى أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال يا رسول الله لهم البشرة في الحياة الدنيا ما هي هذه البشرة فقال عليه الصلاة والسلام هذا تفسير الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا ينبغي أن نعدل عنه لغيره ما دامت الآية قد فسرت بكلام المصطفى فلا ينبغي أن نعدل عن هذا التفسير لغيره لقول أي أحد مهما كان قدره وشأنه يفسر النبي البشرة للأولياء في الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام لهم البشرة في الحياة الدنيا قال هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن الولي التقي أو يراها له أحد من المؤمنين أو أخت من المؤمنات ولقد كثرت الرؤى بفضل الله جل وعلا وقد أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فبين يدي الساعة تكثر الرؤى لأنها مبشرات بين يدي الساعة بين يدي الساعة تكثر الرؤى حتى لا تحتاج إلى من يعبرها أي إلى من يفسرها أو يؤولها قد تسمع الآن كثيرا من الرؤى على شاشات الفضائيات من إخواننا وأخواتنا ممن يتصلون على أهل العلم والفضل ليستفسروا منهم عن تأويل هذه الرؤى فتجد الرؤية مؤولة واضحة صريحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى مؤول أو معبر ليفسرها أو ليعبرها فالرؤية الصالحة يراها المؤمن التقي الولي أو ترى للمؤمن التقي الولي هذا هو المراد بقول الرب العلي لهم البشرى في الحياة الدنيا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه المؤمنين المتقين ممن يبشرون بالرؤية الصالحة يرونها أو ترى لهم عن طريق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما البشرى في الآخرة فهي الجنة أما البشرى في الآخرة فهي الجنة نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هؤلاء هم الأولياء هم الذين حققوا الإيمان والتقوى استقاموا على الإيمان وعلى طاعة الله واجتنبوا النواهي واقفوا عند حدود الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يخاف أولياء الله ولا يحزن أولياء الله وكيف يخاف الولي ويحزن الولي المؤمن التقي وهو في معية الملك العلي كما سأبين الآن كيف يخاف المؤمن الولي التقي وهو في معية الرب العلي أولم تقرأ قول الله جل وعلا في صورة البقرة إن الله يحب المتقين أولم تقرأ قول الله جل وعلا فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألم تقرأ قول الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين محبة الله للمتقين ثابتة معية الله للمتقين ثابتة إذا لا خوف على المتقين المؤمنين الأولياء ولا حزن لأنه من كان الله يحبه من كان الله يحبه فعلى أي شيء يحزن ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف الله من كان الله يحبه فعلى أي شيء يحزن ما الذي فاته وقد أحبه مالك الملك وملك الملوك وسترى الآن ثمرة حب الملك لعبد من عباده هذا سعد في الدنيا والآخرة آهل لو أحبك وزير من الوزراء أو ملك من الملوك أو حاكم من الحكام والله لغتنيت بهذا الحب وسعدت به في الدنيا والآخرة إن كان هذا الحب من ملك صالح أو حاكم صالح يخشى الله ويتق الله جل وعلا ويحكم في الرعية بكتاب الله وبسنة رسوله وإن كان ليس كذلك على الأقل ستسعد بهذا الحب في الدنيا فتدبر معي كيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله والله لسعدت في دنياك وأخراك فمن أحبه الله فعلى أي شيء يحزن ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف من فاته الله فقد فاته كل شيء ومن فقد الله فقد فقد كل شيء ومن وجد الله فقد فقد كل شيء ومن وجد الله فما فقد أي شيء نعم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فالأولياء لا يخافون ولا يحزنون لأن الله يحبهم لأن الله معهم والمعية هنا هي المعية الثانية فالمعية نوعان معية المراقبة والعلم التام وهذه لا نفك عنها أحد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا بعلمه وبسمعه وببصره وبقدرته وبإرادته وبإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هذه معية عامة أما معية الله للأولياء المؤمنين المتقين فهي معية خاصة معية النصر معية المدد معية الحفظ معية العون لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى معية خاصة معية الحفظ والتأييد والتوفيق والرعاية والعناية احفظ الله يحفظك احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده يحفظك في دينك ودنياك يحفظك في دينك يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك يحفظك في مالك وفي نفسك وفي أولادك وفي كل شيء تملكه إن حفظت الله سبحانه وتعالى تولى الله حفظك بالعناية والرعاية ومعيتك بالمدد والتوفيق والإعانة أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لمعيتي الخاصة إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تتوهم أن وعد الله يتأخر ولا تظن أن وعد الله يتخلف لا والله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا فوز بعد هذا الفوز العظيم أن تنال درجة الولاية وأن تنال درجة الإيمان وأن تنال درجة التقوى ونحن أيها الأفاضل نحن نثبت الكرامات للأولياء كما نثبت المعجزات للأنبياء هذا معتقد أهل السنة نقر بالكرامة للولي كما نقر بالمعجزة للنبي فمعجزات الأنبياء حق وهي أمر خارق للعادة مع التحدي أما كرامات الأولياء فهي أيضا حق وهي أيضا أمر خارق للعادة بلا تحدي لأن النبي يريد أن يظهر معجزته ليعلم الخلق الذين بعث فيهم أنه مؤيد من الله جل جلاله ومع أنني دائما أقول المعجزات الحسية لا تقنع إلا من يرونها بأعينهم بل وربما يرى قوم من الأقوام معجزة حسية بأعينهم ثم يزدادون كفرا بعد هذه المعجزة كما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر في السماء نصفين فسأل نبينا ربنا جل وعلا أن يشق له القمر في السماء نصفين فاستجاب الله لنبيه وشق القمر في السماء نصفين وقال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وحديث شقاق القمر ثابت أيضا في الصحيحين ومع ذلك لما رأى المشركون هذه المعجزة التي هي خرق للعادة ولقوانين ولقانون من قوانين الكون قال المشركون صحر أعيننا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله لذلك أقول يظل القرآن أعظم وأخلد معجزة بخلود الأرض أو ببقاء الأرض أو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن القرآن لا يخاطب أهل الزمن الذي أنزل الله فيه القرآن وإنما يخاطب أهل الأرض في كل الأزمان وفي كل الأماكن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الشاهد المعجزة خرق للعادة خرق للقوانين والنوميس بتحد يتحدى بهذه المعجزة النبي الذي أيده الله بها قومه ليثبت لهم أنه نبي مرسل من قبل الحق جل جلاله أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة أيضا وهي ثابتة شرعا وعقلا وهي ثابتة شرعا وعقلا للأولياء للمؤمنين الأتقياء للأصفياء للعارفين العالمين بالله جل جلاله العابدين له الطائعين له الوقفين عند حدوده المبتعدين عن مناهيه الذين يجتنبون المحارم هؤلاء الأولياء يحقق الله عز وجل لهم الكرامات فهي ثابتة لهم شرعا وعقلا والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة لفضل الله تبارك وتعالى وأود أن أقول للدنيا كلها بأن علماء أهل السنة يجلون الأولياء ويقدرون الأولياء ويتقربون إلى الله بحب الأولياء المؤمنين المتقين أما إن رأينا رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو مخرف جاهل أو مجنون فاقد لعقله فهذا لا يجوز لعاقل أن يحكم له بالولاية على الإطلاق لأن فاقد العقل لا يكلف بشيء فضلا عن أن يكون وليا للملك العلي أما الولي هو الذي يحقق الإيمان بالله وهو الذي يحقق التقوى لله جل علاه هو الذي يطيع الله جل وعلا ولا يعصي ربه هو الذي يشكر ربه ولا يكفر نعمه هو الذي يذكر ربه ولا ينساه سبحانه جل علاه هو الذي حقق الإيمان وذاق طعمه وحلاوته وحقق أركانه وأشرق نور الإيمان في قلبه قال الإمام الشافعي إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن فنحن نثبت الكرامة للأولياء المؤمنين المتقين للعلماء العالمين برب العالمين العارفين بالله جل وعلا العارفين بجلاله وعظمته وحدوده الذين يحققون أوامره ويشتينبون مناهيه ويقفون عند حدوده هؤلئنا تقربوا إلى الله بحبهم في كل زمان وفي كل مكان سواء أولئك الذين سبقون من الصحابة ومن بعدهم أو من سيأتي بعد ذلك في الأمة الميمونة المرحومة فالولاية لا تنقطع في أمة المصطفى والأولياء لا ينقطعون أبدا في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أوليائه المؤمنين المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه فإذا رأيت الرجل مؤمنا تقيا عالما عارفا بالله بأوامره ومناهيه وحدوده على هدي المصطفى وعلى سمته ودله وليظهر منه إلا الخير وإلا الإيمان وإلا التقى فاعلم بأنه ولي من أولياء الله جل وعلا بل من جميل وروائع ما قاله إمامنا الولي المؤمن التقي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قاله إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي فالعالم العامل العالم المؤمن العالم التقي العالم بالله جل جلاله بعظمته بقدره بجلاله بصفاته بأسمائه بأفعاله العالم برسول الله بهديه بشرعه بسنته هذا هو الولي هذا هو المؤمن التقي بشرط أن يكون عالما عاملة أن يخشى الله وأن يتق الله وأن يراكب الله جل علاه لا أن يعلم الناس وهو بعيد عن العمل فهذا يورث النفاق في القلوب وهذا بعيد عن الولاية من قريب أو من بعيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم الولي هو المؤمن التقي والكرامة ثابتة لهؤلاء الأصفياء الأولياء الأتقياء بالشرع والعقل العقل لا ينكر على الإطلاق الكرامة للولي كما لا ينكر العقل السوي المعجزة للنبي لا ينكر العقل السوي كرامة الولي كما لا ينكر العقل السوي معجزة النبي نعم أما الشرع فالأدلة على ذلك كثيرة اسمع معي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا إهدى قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وخلي بلك أنا متعمد أبدأ بولاية مريم ليعلم الجميع أننا نحب مريم ونتقرب إلى الله بحب مريم بل ولا أعلم دينا كرم مريم كما كرمها قرآن ربنا وسنة حبيبنا ونبينا نتقرب إلى الله بحب مريم فهي العذراء البتول الطاهرة العفة الكريمة التي وصلت مرتبة الولاية حقا ويقينا وصدقا يدخل عليها زكريا في محرابها الذي خلت فيه للعبادة فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كما قال جماهير المفسرين ما كانش فيه ديب فريزر في الأيام دي وما كانش فيه استيراد لفواكه من بلاد ودول شتى فها أنت الآن بفضل الله عز وجل ترى ما تشتهي وما تريد من الفواكه في الصيف أو في الشتاء لكن في هذا الوقت لم يكن هناك ما نعرفه ونراه اليوم ومع ذلك يقول لها نبي الله زكريا يا مريم أن لك هذا لأنه الذي يتولى إدخال الطعام بنفسه لها وهو الذي يتولى عناتها ورعايتها كما قال ربنا جل وعلا وكفلها زكريا والذي تكفل بعناتها ورعايتها حين نذرتها أمها حنة بنت فاقود لخدمة بيت المقدس كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا لها من كرامة وها هي كرامة الله لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وتتحقق الكرامة لأم موسى وها هو موسى بفضل الله وبفضل تصديقها لموعود الله في أحضانها وعلى صدرها يرضع منها وقد حرم الله عليه المراضع وأين؟ في قصر فرعون وعلى مرأة ومسمع من فرعون يجلس فرعون إلى جوارها وموسى في صدرها وفي أحضانها ترضعه وتشبعه وفرعون يأمرها أرضعيه أشبعيه أكرميه يا إلهي يا لها من كرامة كانت أم موسى تخشى على موسى بالأمس من فرعون وملئه وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره الله أكبر إنها الكرامات وهذا هو جريج رجل من بني إسرائيل أبدأ بهؤلاء لأبين فضل الله جل وعلا على خلقه وعلى أن كرامة الله لأوليائه لا تنتهي ولا تنقطع جريج الراهب عبد من عباد الله فقير متعبد خاشع خاضع لله يعبد الله في صومعة من طين وحديثه في الصحيحين وهو عابد من عباد بني إسرائيل وجاءته أمه في يوم من الأيام تنادي عليه تريد منه حاجة وهو في صومعته في مكان عال وجعلت تناديه وفي رواية ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحاكي يعني يقلد نداء أم جريج على جريج وقد وضع النبي يده على جبتها كذا لأنها ترفع رأسها والشمس ربما عكست أشعتها على وجهها أو على عينيها فوضعت يدها هكذا وقام النبي يقلد أن يحاكي أم جريج وجعلت تقول يا جريج يا جريج وجريج واقف نصلي لله جل وعلا فقال أي في نفسه أي ربي أمي وصلاتي يعني أجيب أمي أم أواصل صلاتي فواصل صلاته ولم يلتفت إلى أمه ولم يجبها ولم يرد عليها فانصرفت وجاءت في اليوم الثاني يا جريج يا جريج فجاءت هو يصلي فقال أي ربي أمي وصلاتي فلم يجب أمه وظل في صلاته لربه جل وعلا فجاءت في اليوم الثالث يا جريج يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي وكأنه لا ينقطع عن الصلاة ولا يترك العبادة ومع ذلك ابتلي وامتحن بدعوة أمه عليه فوحذر شبابنا ممن قصروا في الطاعة أصلا وقصروا في العبادة أصلا وأساءوا بعقوق الوالدين وأساءوا للأمهات إساءة بالغة وحذرهم من صخط الله عليهم في الدنيا والآخرة الرجل يصلي من شغل عن أمه بمباراة ولا بمسلسل ولا بولد ولا بزوجة وإنما انشغل عن أمه بربه جل وعلا بعبادة مولاه جل في علاه أي ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي فانشغل بصلاته فغضبت أمه ودعت عليه دعوة عجيبة وغريبة فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات والمرأة المومس والعياذ بالله المرأة الزانية البغي هذه دعوة عجيبة ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن لو دعت عليه أن يفتتن لفتتن فدعاء الأم مستجاب أحذر نفسي وشبابنا وأولادنا وبناتنا من دعاء الأمهات فدعاء الأم مستجاب فحذاري أن تغضب أمك أو أن تستعلي عليها وحذاري يا أختاه أن تغضب أمك أو أن تستعلي عليها من كانت له أم فليكرمها قبل أن ترحل إلى الله جل علاه ويتمنى ويود ورب الكعبة أن لو هيأ الله عز وجل له فرصة ليقبل آدها مرة أخرى أو رجلها أو رأسها دعت عليه أمه دعوة غريبة حقا قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الممسات سبحان ربي واستجاب الله دعاءها مع عبادته نعم مع طاعته نعم فجلس بنو إسرائيل يوما يتذاكرون عبادة جريش نعم يتذاكرون زهد الرجل وطاعة الرجل وفضل الرجل فقالت امرأة بغي منهم يتمثل بحسنها بجمالها قالت أنا أفتنه لكم وراحت هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله وتعرضت لجريش فلم يلتفت إليها هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء وهذه درجة عظيمة وأنا أقول أحذر نفسي وإخواني من أن يعرضوا أنفسهم للفتن بدعوى أنهم قادرون على النجاة من الفتن فأنت لا تضمن كيف يكون حال قلبك إن تعرضت للفتنة أو عرضت نفسك لها لا تدري حذاري من أن تعرض نفسك للفتنة بدعوى أنك قادر على أن تجابها الفتن لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الصحيحين فقال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف يعني من عرض نفسه لها أهلكت ومن تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به من وجد ملجأ أو معاذا أي مكان يستعيذ به فليعذ به من الفتن فلا تعرض نفسك للفتن لأنه لا يقدر على مجابهة الفتنة إلا من أمده الله بفوضله وتوفيقه وإلا من عصمه ربه جل جلاله فتعرضت المرأة لجريج فلم تستطع إغواءه ولم يلتفت إليها لكنها خافت وخشيت أن تذهب إلى بني إسرائيل وأن تقول لهم بأنها فشلت في إغواء جريج فرأت راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج ليرعى غنمه بالقرب من صومعته فمكنت هذه المرأة البغي الراعية منها فزنى بها ولا حول ولا قوة إلا بالله وحملت المرأة من هذا الراعي ووضعت ولدها من الزنة فحملت الولدة وذهبت إلى بني إسرائيل وقالت هذا ولد جريج من الزنة ولا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا الولدة وذهبوا إلى جريج وهدموا عليه صومعته وظلوا يضربونه والرجل يسأل ما الخبر ماذا فعلت ما جريرتي ما ذنبي لماذا تصنعون بهذا فقالوا هذا ولدك من الزنة لقد زنيت بهذه المرأة قالوا لقد زنيت بهذه المرأة فقال أين الولد فقالوا ها هو الولد فقال اتركوني أصلي فقام يصلي لله جل وعلا فلما انقضى أو قضى صلاته قام وطعن في هذا الغلام يعني ضربه في بطنه وقال له يا غلام من أبوك فأنطق الله الغلامة وقال الغلام أبي فلان الراعي يا لها من كرامة يا لها من كرامة أبي فلان الراعي فقالوا راحوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نبني صومعتك من ذهب قال لا 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 بل ردوها كما كانت من الطين فبنوها له كما كانت من الطين هذه كرامة لعبد من عباد الله جل وعلا من بني إسرائيل وهكذا لا تنقطع الكرامة في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسادة الأولياء في الأمة هم العشرة المبشرون بالجنة خلي بالك يا أحبابي سادة الأولياء في الأمة هم العشرة المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الصديق الأكبر الولي الأزهر الولي الأتقى الولي الأنقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله غيره لا أعرف أتقى في الأولياء من أبي بكر الصديق مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة مرتبة أعلى بكثير من مرتبة الولاية لا تتوهم أن مرتبة الولاية كما يظن البعض أعلى من مرتبة النبوة والرسالة حاشا وكلا فمرتبة النبوة والرسالة لا يتعلوها مرتبة وتأتي بعد ذلك مرتبة الولاية دون مرتبة النبوة والرسالة نعم لا تتوهم قد أن وليا ما مهما كان قدره تفوق منزلته منزلة نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حاشا وكله لكني لا أعرف وليا أتقى وأنقى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقد يقول قائل لا نعرف شيئا من الكرامات لأبي بكر الصديق وما اشتهرت كراماته لا وربي أقول كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل هؤلاء حققوا من الإيمان والتقوى ما استغنوا به عن كرامات ظاهرة تثبت إيمانهم وتقواهم قد يحقق الله الكرامة لبعض أوليائه لحاجة أو لحكمة ليثبت بعض قلوب المؤمنين في زمن ابتعد عن مصدر النبوة وعهد النبوة أما عهد الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى كرامات وإن كانت قد وقعت منهم الكرامات وتحققت على أيديهم الكرامات هل تحقق للصديق شيء من ذلك؟ نعم نعم من قرأ سيرة الصديق عرف أكتفي بكرامة واحدة أكتفي بذكر كرامة واحدة للصديق الأكبر لأحب رجل إلى قلب رسول الله للرجل الذي أنزل الله ذكره في القرآن في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار وقد أفردت له لقاء رضي الله عنه في العام الماضي في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجة وأنا عاشق للصديق ومحب للصديق وأعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد في الأمة كلها من هو أفضل من أبي بكر يأتي بعده عمر وعثمان وعلي ولا يمكن البتة يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة على أبي بكر رضي الله عنه ثبت في الصحيحين في الصحيحين في حديث طويل حين دخل عليه أضيافه ضيوفه وقدمت له زوجته يعني جفنة أو إناء من الطعام يقول الصديق والله والله ما أكلنا منها شيئا والله ما أكلنا منها شيئا إلا وقد ازداد الطعام وكثر والله ما أكلنا منها شيئا إلا وكثر الطعام حتى حمل الصديق بعد أن أكل الضيوف جميعا وقالت له زوجته لقد تضاعف ما في الطعام أو ما في الإناء ثلاثة أضعاف عما أعدته وعما كان وحمل الصديق رضي الله عنه هذا الإناء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه كرامة من الله تبارك وتعالى للصديق أما عمر رضوان الله على عمر ومنك عمر ومنك عمر في الولاية عمر سيد من سادات الأولياء عمر بن الخطاب سيد من سادات الأصفياء الأتقياء الذين حققوا مرتبة في الولاية لا يرتقي إليها إلا عمر إلا عمر بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله غيره لقد رأى عمر بن الخطاب بميدان القتال في بلاد العراق وهو يخطب الجمعة على المنبر في مسجد رسول الله في المدينة النبوية أمر ربما لا يستوعبه عقل بشري ران عليه الشبهات وربما لا يستوعبه قلب ران عليه الشهوات لكنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة وفجأة يقطع خطبته وكلامه وينادي على قائده في بلاد العراق يا سارية يا سارية الجبل الجبل ومن استرعذ بظلم وسكت عمر وواصل خطبته فلما ذهب إليه علي رضي الله عنه وأخبره قال لا عليك أو لما سأل الناس عليا قال اتركوا عمرا فإنه لا يدخل في شيء إلا خرج منه مشغول بالجهاد ومشغول بحال المؤمنين على ساحة القتال وقد كشف الله عز وجل له نعم لا تستغرب ولا تستكثر فها أنت الآن تراني عبر هذه الشاشة تراني في أي مكان في الأرض فلا تستكثر على الله جل علاه أن يري عمر ابن الخطاب الملهم الفاروق المحدث إن يكن إن كان لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء هكذا يقول الصادق والحديث الصحيحين لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون ملهمون فإن يكن من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر ابن الخطاب فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والله لقد كان الصحابة تقسمونه أنهم يرون السكينة تنطق على لسان عمر ابن الخطاب وقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه إن الله أجر الحق على لسان عمره وقلبه فالحق يخرج من قلب عمره على لسانه وهو على الخطبة وهو على المنبر يا سارية يا سارية الجبل الجبل يعني اجعل الجبل خلف ظهرك اجعل الجيش أمام الجبل فمن استرعى الذئب ظلم إشارة بليغة وبعد أيام يأتي سارية قائد الجيش الله أكبر ويقسم بالله أنه سمع صوت عمره ابن الخطاب يقول له يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم سارية هو الآخر ولي سارية هو الآخر ولي من أولياء الله وإلا لو لم يكن سارية بهذا القدر من الإيمان والتقى والولاية ما استقبل هذه الإشارة العجيبة المنيرة من عمر عبد الخطاب رضي الله عنه فعمر يرسل هذه الرسالة وهناك ولي آخر معد ومهيئ لاستقبالها يا سارية الجبل الجبل ومن استرعى الذئب ظلم نعم أيها الأفاضل وقد ذكرت أيضا قبل ذلك قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب وحديثه في صحيحين من حديثه بريرة يقول للسحاب اسق حديقة فلان يا إلهي أي ولاية هذه سحاب فيه ماء ينادى عليه اسق حديقة فلان فتتبع الرجل الذي يمشي بفلاة من الأرض صحراء لا يوجد فيها ماء تتبع السحاب حتى أفرغ السحاب الماء في حرة في مكان تكفر فيه الحجرة السود أو السوداء وإذا برجل يقف في حديقته يحول هذا الماء بمسحاته إلى سيل من مسائل الماء فاقترب منه وقال يا عبد الله ما اسمك قال اسمي فلان نفس الاسم الذي سمعه ينادى عليه في السحاب قال ولما تسألني عن اسمي قال لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول استحديقة فلان لاسمك الذي ذكرت فماذا تصنع فيها قال أما وقد ذكرت أو قلت ما قلت فإني أنظر ما يخرج منها فأتصدق لله بثلثة وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة هذه هي الولاية أيها الأفاضل والصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم سادة الأولياء أكتفي بذكر مثال أخير وإلا فوالله لو تتبعت كرامات الصحابة ولو تتبعت كرامات التابعين ولو تتبعت كرامات تابع التابعين بل وإلى عصرنا بل وإلى عصرنا وإلى زماننا من علمائنا الأفاضل وآئمتنا الأكابر وسادتنا الصادقين المخلصين والله لو ذكرت بعض كرامات هؤلاء لسمعتم العجب العجاب نعم أختم كراماتي الأولياء بهذا المشهد العجيب العجيب والحديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وهما من الصحابة الأكامر الأكامر الأكابر الكمل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة اشتد الظلام في ليلة مظلمة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرجا فجعل لهما نور يمشيان فيه نور فلما افترق افترق النور فصار مع كل واحد منهما يمشي فيه كرامة لعباد بن بشر ولأسيد بن حضير رضي الله عنهما أي فضل هذا فلا تستكثر فنحن نؤمن بمعجزة الأنبياء بمعجزات الأنبياء ونؤمن بوجود الأولياء ونثبت الكرامة للأولياء كما نثبت المعجزة للنبي نثبت الكرامة للولي هذا هو الولي المؤمن التقي من عاد لي وليا آه هذا الولي أيها الأفاضل لا ينبغي أن ينشغل بنفسه لأنه خرج من تدبيره لنفسه إلى تدبير ربه له وخرج من التخطيط لنفسه إلى تدبير ربه له وخرج من حفظ نفسه إلى حفظ ربه له وإلى رعاية الله له وإلى عناية الله له فنحن أمام تهديد واضح وأمام تهديد صريح من عاد لي وليا اسمع إلى هذا التحديد يقول الملك فقد آذنته بالحرب من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يا إلهي فقد أعلنت الحرب عليه من أساء إلى ولي من أولياء الله إلى مؤمن تقي بكلمة أو بفعل من أساء إليه بكلمة من أساء إليه بفعل من أساء إليه في عرضه من أساء إليه في شرفه من أساء إليه في خلقه من أساء إليه في دينه من آذى وليا من أولياء الله من آذى مؤمنا تقيا فليعلم علم اليقين أنه قد دخل في حرب معلنة مع مالك الملك وملك الملوك ورب العالمين يا إلهي ما هذا الوعيد وما هذا الكرم لأولياء الله المتقين فلا تشغل نفسك يا من حققت الولاية بالإيمان والتقوى لا تشغل نفسك بنفسك ولا تشغل نفسك بدنياك ولا تشغل نفسك بالخلق لأن الذي تولى أمرك هو الخالق ولأن الذي يدبر أمورك هو الخالق ولأن الذي يتولى حفظك هو الحفيظ العليم ولأن الذي يتولى الدفاع عنك هو الله فليقل الخلق ما شاء وليفعل الخلق ما شاء وليدبره فعلق قلبك أنت بالله علق قلبك أنت بالله ودعي الخلق إن الله يدافع عن الذين آمنوا الذي يتولى الدفاع عن أوليائه هو الملك والذي يعلن الحرب على كل من آذى أوليائه هو الملك كم من ولي في الأرض يؤذى كم من ولي في الأرض يؤذى ووالله ثم والله أقسم بالله ثانية لا ينبغي أن يغتر من يؤذي وليا من أولياء الله إن أمهله الله ولم يعاقبه لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل وقد يعاقب من آذى وليا من أوليائه في دينه وهذه أخطر أنواع العقوبة قد يتواهم البعض ممن يؤذون المؤمنين ممن يؤذون المتقين ممن يؤذون العلماء الربانيين العاملين هنا أو هناك أو هناك قد يتواهم البعض ما داموا يعيشون في نعم وما داموا يتقلبون في فضل الله أنهم ليسوا على باطل وأنهم ما تجاوزوا الحق فهم واهمون فقد يبتلى من يؤذي وليا من أولياء الله في دينه يحرم من الإيمان يحرم من الصلاة يحرم من التوكل على الله يحرم من لذة المناجاة يحرم من لذة الأنس بالله يحرم من البكاء من خشة الله يحرم من التوفيق إلى طاعة قد يقع في معصية من المعاصي قد يقع في الزنا قد يقع في الغيبة قد يقع في النميمة قد يقع في السرقة قد يقع في أكل الربة قد يقع في أكل أموال اليتامة قد يقع في أي معصية من المعاصي وهذا أخطر ابتلاء يبتلى به العبد أن يحرم من الطاعة وأن يغمس في المعصية وأن يخلى بينه وبين المعاصي لأن الله لو تخلى عنه لوقعنا في المعصية ولو تخلى عنه بستره لفتضحنا ولا هلكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله فلا يتوهم من آذى المؤمنين المتقين من آذى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن هم أولياء رب العالمين فإن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي من آذى هؤلاء وأمهله رب الأرض والسماء فلا توهم أنه أهمل فإن الله يمهل ولا يهمل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أيها الأحبة مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله وما أجمله ورب الكعبة من لقاء ما أجمل أن نعيش الليلة مع الأولياء ومع الأطقياء ولكن اسمحوا لي أن أذكر وأن أحذر إخواني وأخواتي ممن يحبون الأولياء الأطقياء سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات أنه لا يجوز أبدا أن نذهب إلى ولي وأن نطلب منه ما لا ينبغي أن يطلب إلا من الرب العلي لا يجوز أبدا أن نسأل وليا من غير الله أو أن نذبح لولي من غير الله أو أن نطوف بقبر ولي من أولياء الله إن ظننا به الولاية لا يجوز أبدا يا أحبابي أن نسأل وليا من غير الرب العلي لا يجوز أن نقدم الذبح لولي أو أن نقدم النظر لولي أو أن نحلف بولي أو أن نطوف حول قبر ولي لا لا ينبغي أن تصرف ما لله لغير الله لا لنبي ولا لولي ولو كان للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم نعم فليس معنى أننا نحب الأولياء أن نشرك بهم مع الله تبارك وتعالى أو أن نشركهم مع الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله حاشا وكلا فالمؤمن الصادق يتقرب إلى الله بحب الأولياء بل أتقياء فيواليهم ويحبهم ويفعل أفعالهم ويعمل أعمالهم ويتقرب إلى الله بحبهم وبالدعاء لهم ويدعو الله عز وجل أن يحشره معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد أعلنت الحرب عليه فهيا يا من أعلنت الحرب على أولياء الله استعد لحرب الله استعد لحرب الملك هل تقوى هل تقدر أرنا قدرتك على حرب الملك يا من أعلنت الحرب على أولياء الله المتقين على علماء الله العاملين على دعاة الله الربانيين الصادقين من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب أكمل إن شاء الله تعالى غدا بقية الحديث الجليل المبارك والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أوليائه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكات الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوام اللفظة من قول الهادي والمعنى لله الأعظم الله ينادي بعبادي ويمد يديه لمن أسلم حرمت الظلم على نفسي والظلم لدى الناس محرم مشكات الأنوار دوس في فضل الرحمن الأكرم ترجمة نانسي قنقر